دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا سنشاهد استقبال حافل لأردغان في ولاية منيسا بالورود بالورود وأمام حضراتكم هكذا كان الاستقبال في ولاية منيسا التي وجه لها أردغان رسالة رائعة حينما قال منيسا أنت العسقة جراء هذا الاستقبال القوي والحافل يمكن كل الشوارع كانت خالية لأن معظم أهل المدينة كانوا في استقبال أردغان كانوا حاضرين مع أردغان كانوا يستمعون لخطاب أردغان يعني يشيدون بكلماته يشيدون بإنجازاته نتحدث عن المروحية الأخيرة بصناعة محلية والتي كانت أول تجربة تحليق لها وتمت بنجاح نتحدث عن الدبابة الجديدة ييني ألطايا التي وقف أمامها أردغان ليعلن للشعب التركي عن أن هذه الدبابة مصنعة محليا داخل تركيا وأن على جميع الأتراك كان يفتخروا بها نتحدث أيضا عن الطائرات المسيرة التركية التي أثبتت كفاءة كبيرة وهائلة في المعارك التي دارت في أزريبيجان نتحدث أيضا عن المعارك التي دارت بين كل من روسيا وأوكرانيا كان من الواضح بأن هذه الطائرات المسيرة التركية تعد فخر لصناعة التركية ومؤخرا سفينة أندولو والسفينة القادرة على حمل أكبر عدد من طائرات المسيرة تركيا تتحدث عن هذا الإنجاز الكبير والجديد هناك صناعات متطورة وهائلة ومزهلة تحدث الآن داخل تركيا الرئيس أردغان يعد بكثير من المشروعات تركياها شكرا